السلام عليكم اصدقائي ومتابعي قناة الكورن الزهي برجعنا لكم فيديو جديد واخبار جديدة فيديو اليوم رح نحكي عن نتائج الدورة السوري للجولة 12 اربع مباريات وبالعناوين الوسبع واسق الخطوة يمشي ملكة وبالسلاسية على عفرين يتفوق اما في قمة مباريات الدورة السوري للجولة 12 تشرين يتفوق على الجيش المنافس المباشر على وصافة الدورة هاي كانت عنوين فيديو اليوم قبل ما نفوق التفاصيل بيهاية الفيديو عمنا فقرة عوجة الفقرة يلي سرقولنا اليها احد الأصدقائي كان مرسلني عمل لي لاحق لاحق سرقولك فقرة عوجة احد اصحاب قنوات اليوتيوب من اسبوع تقريبا منزل فيديو بدايته عم يحكي عن فقرة عوجة عمل فقرة عوجة عميحكي شو معنى فقرة عوجة تقولوا ما مشكرا يسرقواها لسنا الوحيدين لكننا الافضل ان شاء الله لك عوجة في نهاية الفيديو عند جدا عندنا فقرة عوجة نحكي عن الموضوع جدا مهم بتمنى تتابعونا لهاية الفيديو لايك كومنت افعي زر جرس ولا عم يحضرنا وما اشترك مان نشترك بالقناة بالتفاصيل تشرين خلينا نبلش مباراة القمة تشرين نتفوق على الجيش بثلاث اهداف مقابل هدف واحد مباراة القمة مباراة مهمة النقاط المضاعفة سبقوا حكينا بالفيديو السابق ليش لانك عم تلعب مع منافسك المباشر على وصافة الدورة يلي هو الجيش تشرين كان تفوق بسلاسين نديم صباغ بداية 34 علي بشماني 50 الواكد كان عم يقلص الفارق بداية 52 محمد مالطا بداية 60 كان عم يأكد الفوز وثلاث نقاط لنادة تشرين والمباراة عم تنتهي بثلاث اهداف مقابل هدف واحد مبروك لتشرين هارد لك ليا الجيش اول توقع معي طلع صحيح انا بالفيديو السابق فيديو التوقعات كتبت او حكيت توقعاتي توقع الاول ازان طلع صحيح المباراة الثاني اللي كانت عم تشمع المتصدر الواسبي بصراحة تحياتي لفريق الواسبي فريق رائع فريق فعلا اذا بنحكي بالدورة السورية لحد الجولة 12 اكتر فريقين بيستاهلوا لحد الان منافسة على بطولة الدورة هن الواسبي تشرين الواسبي كان عم تفوق على عفرين صبحي شوفان عبدالرزاق بستانة ابراهيم عبدالله 30 فوز متوقع انا توقعت بالفيديو السابق انه الواسبي تفوق على عفرين في فرق بين الفريقين يعني انت عم تحكي عن متصدر وانت عم تحكي عن فريق بالمركز الاخير لحد الان معه ثلاث نقاط فقط اذا التوقع الثاني كان عم يكون صحيح الواسبي مبروك للواسبي هارد لك لعفرين مثل ما حكينا واثق الخطوة يمشي ملكا فريق رائع تحياتي للشمالي عم يقدم وعم يقود الفريق نحو اللقب الاول لنادي الواسبي بانتظار نهاية الدورة المباراة الثانية كان عم تشمع الطليعة والشرطة الطليعة كان عم تفوق على الشرطة بثلاث اهداف مقابل اشي عبدالله النجار كان عم يسجل هدفين وخالد دينار كان عم يسجل هدف الثالث توقعه الثالث عم يطلع صح لحد الان ثلاث توقعات من توقعات اطلعت صحيحة انا سبع توقعات فوزنادي للطليعة على الشرطة طليعة دائما تحسوا عم يلعب عم يقدم اداء بارد الملعب انما ما عم يتوفق وقت بتوفق وبسجل بتفوق بالمباراة فبعتقد ان الطليعة مع استمرارية الدورة هلا المشكلة لكل اندي اللي عم تعرض لاندي توقف الدورة توقف الدورة بأسر كتير على الاندي وخاصا هذا الشيء شفناك كان عم يأسر اكتر شيء بالجولات السابقة على الاتحاد الاتحاد ثلاث انتصارات سلسلة انتصارات بعدين عم توقف الدورة عم يخسر عم يتوقف الدورة عم يتعادل فهذا الشيء بيأسر على مردود اللاعبين بيأسر على مردود الادارة بيأسر على الدورة السورة بشكل عام اذا مبروك للطليعة هارد لاغ للشرطة المباراة الرابعة والاخيرة كانت عم تشمع الفتوة والحرجة والفتوة كانت عم تفوق بهدفين مقابلة شيء عبد الناصر حسن عبد الرحمن الحسين توقع الرابع عم يطلع صح سوف اقولي مية من مية من الاربع مباريات اللي صارت اليوم الاربع توقعات تبعو تطلعوا صح يلي توقع معي بالفيديو السابق ويكتب لي بكومنت توقعاته الاربع على هدول الاربع مباريات طلعوا صحيحات قبل ما نحكي عن المباريات المتبقيات الفتوة حكينا الفتوة فريق رائع فريق رائع بس نرجع للمباراة مبروك للفتوة هارد لاغ للحرجة اللي الفتوة عم يقدم مباراة كبيرة بصراحة الفتوة عداء هذا الموسم ما بيعكس نتائجه يعني بصراحة في كتير مباراة كل الفتوة عم يقدم مباراة كبيرة انما ما عم يتوفى ما عم يحقق الفوز عم يهدر فرص جمهور الفتوة جمهور كبير بحب بارك الجمهور الفتوة فوزا على هدول حرجة اللي مثل ما حكينا مبروك الفتوة هارد لاغ للحرجة اللي اذا اربع مباريات توقعات اطلعوا صح مية بالمية اكتب لي بكومنت شو كانت توقعاتك بالفيديو السابق بيتبقى ثلاث مباراة اللي هني بكرة الساعة التين توقيت دمشق كلاسيكو سوريا كرام الاتحاد سبوا حكينا عن هالمباراة اتمنى ان تكون مباراة كبيرة وبالنهاية الرياضة اللي بيربح من قوله مبروك والخسران من قوله هارد لك المباراة التانية رح تشمع الواحد وحطين مباراة التانية رح تشمع جبلي والنواعير ثم ترتيب الدورة السوري كيف صار بعد الجولة الاثناش متما حكينا صار بس اربع مباريات بكرة في ثلاث مباراة خلينا نحكي مثلا على الواسبي اللي لعبان لحد الاثناشر مباراة هو بالصدارة بتسعة وعشرين نقطة اداء رائع بصراحة ناد الواسبي يعني هذا الموسم عمقدم موسم خيالي موسم استثنائي يحتاج فقط النفس الطويل اذا امتلك الواسبي النفس الطويل رح يكون هو بطل الدورة السوري بالوصافة تشريم خمسة وعشرين نقطة نرجع من عدة مكررة تشرين له مباراة مؤجلة الواحدة عشرين نقطة طبعا الواحدة بكرة رح يلعب الجيش 19 نقطة متل ما حكينا الواحدة 11 مباراة 20 نقطة جيش 19 مباراة 16 نقطة جبلي كمان له مباراة مؤجلة مع تشرين وله مباراة بكرة يعني هلا زلنا نحكي عالترتيب بشكل عام رح اطلقوا الصورة بس هذا الترتيب مانو النهائي بانتظار نتائج بكرة اللي هي بني ثلاث مباراة وساعتا منحكي بالفيديو القادم فيديو بكرة عن ترتيب الدورة السوري كيف صار بس هلا خلينا نحكي عن فقرة عوجة الفقرية اللي بتحبوها مين ضيف حلقتنا اليوم لفقرة عوجة بصراحة ضيف حلقتنا اليوم هو طريف قوتراش يعني هالفترة نحن نحكي شوي على طيف قوتراش ليش لانه هو صراحة بالواجهة يعني هو الزلم يخاط حاله بالواجهة فانا طبيعا انه نحكي عنه حكينا بالفيديو السابق انه حاطت احمد عزام قدامه وقاعد عم يسأله عم المنتخب وليش عم يفشل وليش المحترفين هو بالنهاية رئيس اتحاد كرة السلي وما بعرفه كيف عم موازن كرئاسة اتحاد كرة السلي كمزيح او مقدم برامج او ضيف بحلقة يعني اللي هو ومن الأهم قد طلب احد الأصدقاء أن يق Mars Coast قد طلبه ان على الفكرة وما تعمل لي على فكرة يعني هو مقدم خاطق برنامج كابتن قبل ما يصير رئيس الانالتحاد كوركوضرم طيب اذا كان مقدم رئيس الانالتحاد كر كودن بسيار رئيس permission الموت مالما هو موضوعنا فيقب المنتخب الأول للورد السلاء كلش من سحب من بطول الدبي ولئش اللي لا يفعل من ابت EVER FI meine مدرب اسبانيا واخذ هذه الحسبة ويجدكم دورة وديها في دبي لحتى تكشفوا صغرات منتخبنا الوطني لحتى نحتك بالمنتخبات قبل مباريات تصفيات الأسوية انت عندك تصفيات أسوية دائما ينخروا راسنا ويصرعوا راسنا انه نحن نحاول نأمن معسكرات مثل منتخبنا السوري لكرة القدم انه نحن نحاول نطلع على قطر بس ما تضلع بالأيدنا اخر شيء نعرف انه في راس معلا ما بيطلع على قطر لانه ما بيحط ايد وييدها هاي رياضتنا السورية تجي انت منتخبنا السوري لكرة السلي بنسحب من بطول الدبي ليش؟ قال والله نحن لازم نستعد ونهيئ نفسنا اكتر للتصفيات الأسوية المبارتين القادمات لكرة السلي طب انت شلون بدك تستعد اذا ما لعبت مباريات بديها شلون تستعد تروح كل يوم بصالب ترقود يعني؟ وانت جاي مدرب اسباني طب ماذا تشوف المدرب الاسباني بيفهم ولا ما بيفهم؟ رح يقدم شي للمنتخب ولا ما رح يقدم؟ طب المباريات او بطولة دبي هي رح تكون نعتبرها انه مباراة وديية نعتبرها انه مباراة وديية طب انت رح تستفيد منها او بطولة هي ما عبارة عن مباراة عن ثلاثة او اربع مباريات هي بطولة بطولة وديية اذا اقرأ لكم البيان خليني اقرأ لكم البيان اقرأ لكم البيان مثل ما هو اتحاد العرب السوري لكرة السلة يعني طريف قطرة يقرر عدم مشاركة في البطولة العربية للمنتخبات المقامة في الامارات بالفترة ما بين 8-16 يعني بتبتدي ب8 المباراة النهاية بتكون ب16 تبهوا على التاريخ نشباط فبراير الرجاري هذا الشهر وذلك لاستكمال تحضيرات منتخبنا الوطني للرجال لاستحقاق القادم للتصفيات كأس العالم والتي سيواجه منتخبنا خلالها منتخبات البحرين وإيران في الرابع والعشرين والسابع والعشرين من هذا الشهر يعني البطولة او بطولة العربية بدبي ما بين 8-16 اللي بوصل على النهاية بظلها 16 بس نحن اذا احنا بتماري لعبنا مبارتين او ثلاثة كالعادي خسرناهم يعني نحن رح نطلع من البطولة بعشرة او بـ 12 او بـ 13 نحن مباراتنا الاولى يلي رح تكون مع بحرين مع البحرين بكرة السلة رح تكون بالرابع والعشرين يعني بعد عشرة ايام يعني بعد عشرة ايام طب يا سؤال انا سؤال انا بدي اسأله انتي اجيتك فرصة انك تشارك بدبي بطولة العربية يعني كل المنتخبات رح تشارك لتستعد للتصفيات الاساوية انتي ما رضيت على فكرة منظمين على البطولة بطولة العربية كان عم يبعتوا بيان او عم يبعتوا ايميل الاتحاد كرة السلع يقولون انتو ليش ان سحبتوا فندق تم حجزوا منتخبنا الوطني بطاعة السفر تم حجزها الباصات التنقل تم حجزها الصالي يلي لازم يتمرن فيها منتخبنا الوطني كمان حاجزوا بدبي بالبطولة العربية انتو اللي كنتو وصلوا لمرحلة تخلوا الدول العربية تحرم تستضيفكم بطولة تحرم تستضيفكم بطولة طيب نسأل نفسنا سؤال السؤال يلي بدنا جواب عليه هني عن جد ليش ينسحبوا شو بدك من كلام طريف قطرش انو نحن نسحبنا لنستعد للتصفيات الاسيوي تستعد للتصفيات الاسيوي انك تلعب هاي بطولة كمعسكر تحضيري او كمعسكر ودي هيك اخدينه كل المنتخبات بس اني لقلكم انا لقلكم الصراحة ترككم من كلام فراس مع الله وترككم من كلام طريف قطرش او انو نحن بدنا نستعد هذا هو الاستعداد ويندك تستعد ترقد بالصالة مثلا ويندك تستعد بشو بدك تستعد انت جايب مدرب اسماني اجنبي بس انا لقلكم الحقيقة الحقيقة عندي انو اني خافوا يشاركوا بالبطولة العربية مش هم ما يخسروا ويتبهدلوا لانو رياضتنا السوري او مسؤولين رياضتنا السوري وضعوا على كفع فريد ابتداء من فراس مع الله لجنة المؤقتة طريف قطرش هدول الاسماء كلهم اي خسارة لاحد المنتخبات السورية او الوطنية باي فئة كانت ففراس مع الله هو المتضرر الوحيد فاذا لك طريف قطرش حسبها اذا بدروح انا على دبي بدروح ادبي وشارك بطولة دبي العربية ممكن اخسر اتبهدل اتبهدل فانا قاعد عم اعمل مفهومية على احمد عزام او اعمل مفهومية على منتخب سوريا للكرد القدم سوريا دي عملوا مفهومية عليها لا بطولة العربية بدباي ولوقت التصفيات الاسيوية المؤهلة لك اس العالم المبارتين اذا ربحت بالمبارتين طبت شي لا يا رب تقف عينه بقول مبروك وحققنا انجاز واذا خسرنا نقول قدر الله وما شاء فعل هاي هي الحياة جماعة خيفانين خيفانين من اي خسارة خيفانين من ردة فعلة جمهور السوري لانه جمهور السوري مستنفر كرد قدم كرد سلي شو من كان مستنفر الجمهور السوري فقال لك بلاها هاي هالبطولة هلأ مو وقتها ما نقصنا خساراته بهادل علما انه جماعة متل ما حكينا حاجزين فندق حاجزين باصات حاجزين صالات حاجزين كل شيء كل شيء مجهز لمنتخبنا الوطنة منتخبنا الوطنة اللي كرد سلي بقيادة العبقرة طريف قوتراش فجأة عم ينسحب وعم يقول نحن لازم نستعد للتصفيات الاسيوية انت شلون بدك تستعد لمدرب اسباني او اوروبا شلون بدك تستعد فهمني ما اسمه استعداد متل ما حكينا وذكرنا تاريخ البطولي ذكرنا تاريخ البطولي طرع انتو ليش تسرعونا بتقولوا بدنا معسكرات بدنا معسكرات وما عم نقدر نامل معسكرات بس تجيكم بطولي ودي تنسحبوا منا وتخافوا تشاركوا فيها وبتخافوا سبق منتخبنا الوطنة لكرة القدم كان عم يقول في معسكر بالقطر في معسكر بالقطر التغى معسكر قطر واخر الشيين عرفنا انه فراس معلا الوطني فراس معلا ما بحط ايدو بايد قطر وما بشارفو يطلع يسافر ويعمل معسكر بقطر والدليل ببرنامج كابتن قال له صار معسكر قال له لا قال له خلاص ما صار لو صار كان اختلف الحديث يعني هو ما بدي يكون في معسكر بقطر لا ياسفون ما هدول الاشخاص مستلمين رياضتنا السورية مستحيل 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 تتطور واللي شاف كلام عماد خانكان بيعرف انا عشو عم يحكي عماد خانكان قال هدول الاشخاص اتلوا الرياضة السورية دمروا الرياضة السورية اتلوا الرياضة السورية عن سبق اسرار وتعمد يعني اتلوا رياضتنا السورية واني متقصدين قتلين بهمهم جيوبهم وكراسيهم وبهمهم مناصبهم والمنتخب الربح او خسر بالنسب اي لهم شي طبيعي العالم تبكي, العالم تنتف حالها العالم تترك اشغالها العالم تمرض العالم بيرتفع ضغطها ما عنا مشكلة المهم نحنا الكرسي موجود الجيبه عبياني وعمنطلع سفر عدو العربي وعم نطلع سياحة وسفر عم نجيب كاجو وعم ناكل كاجو وعم نشوف البحر وانتوا قاعدين شوف جماهير منتخبنا الوطنة بالشارع بالشام عم تحضر مباراة منتخبنا أمام المنتخب الإماراتي تحت المطر وتحت التاج لأنه طبعا ببيوتنا ما في كهرباء أو ببيوت العالم بالشام ما في كهرباء فكانوا عم يطرروا يطلعوا على الشوارع ليحضروا المنتخب تحت البرد وتحت المطر وبالنهاية أنتوا ما فارقة معكم ولا هاممكن اللاعبين بعد نهاية المباراة ببساطة بيعمل سيلفي وبيتضحك وقاعد البحر عامل لي هيك عن الخريبين أتكلم ويا ريت شوفوا المنتخب المصر وتتعلموا منه شوية شهامي كلام للاعبين منتخبنا الوطني وشوية نخوي وشوية إحساس وانتماء لمنتخبنا الوطني لهذا الفيديو اليوم أتمنى دعم أكثر منكم للقناة لايك وما تفعيز الرجاس ولا هم يحضرنا ما اشترك ما نشترك بقناة متمنى تطور لرياضتنا السورية فأنا دائما نضلو أخي السلام